عملية غصن الزيتون التركية ضد الأكراد في سوريا تستنفر الروس أقوى حليف للنظام السوري فيما تراقب الولايات المتحدة الوضع مواصلة دعواتها لتركيا بالتعقل موسكو التي تستعد نهاية الشهر لاحتضان مؤتمر الحوار الوطني السوري أعلنت سحب جنودها من منطقة عفرين مباشرة بعد إعلان الجيش التركي بدأ عملياته البرية والجوية ضد قوات سوريا الديمقراطية وزارة الخارجية الروسية دعت أيضا إلى ضبط النفس وأكدت سعيها لإيجاد حل للنزاع يحافظ على وحدة سوريا لكن مسؤولا برلمانيا روسيا كشف أن بلاده ستطلب من الأمم المتحدة التدخل لإجبار تركيا على وقف عملياتها في سوريا أنقرة الماضية في حربها على الأكراد دعت حلفائها لعدم الاستفاف مع من تصفهم بالإرهابيين وقالت الخارجية التركية إنها أبلغت الأطراف الفاعلة في سوريا بينها نظام الأسد بقرار الهجوم هذا الأخير لفا علمه بالعملية التركية ووصفها بالعدوان مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وقفها فورا ترجمة نانسي قنقر